دكتور هل في أخطاء ممكن تنتقس من ثواب زكاة الفطر قول معروف ومغفرة خير من صدقات يتبعها أذى والله غني حليل مهما أعطيت من زكاة فطرك فإياك أن تمن على الفقير إياك لأن الله قادر على أن يجعلك مكانه ويجعله مكانك لكنه يمتحنك خلي لسان حالك وانت بتعطي وده عام في الصدقات والزكوات اللهم إنما أنا وعاء تنفق منه كيفما تشاء أنا موصلاتي أنا بوصل للفقير رزقه هو في الحقيقة رزقه وأتوم من مال الله الذي أتاك وأحسنت ونعم الاستدلال وأتوهم من مال الله الذي أتاك يعني ربنا مستخلفك فيه ما تفتكرش يعني لا ده أنت وصلتها له هي أصلا لما جات لك واكتسبتها أنت اكتسبتها ليه أنت فقط وسيط وصلت بس أنت وسيط فلما تشعر بالوساطة هنا هتشعر أكتر بمنة ربنا عليك وإن ربنا هو الممتن مش أنت وإن ربنا هو مالك نفسك ومالك مالك ومالك حالك ومع ذلك يطلب منك أن تقرضه قرضا حسنا وليس بعد هذا ودن فيضاعفه لو أنا مصري وعايش برا مصر وأعول أسرة في مصر يعني أسرتي موجودة في مصر وأنا المسؤول أن أنا أصرف عليها زكاة الفطر بتاعتي أطلهاها عني وعن من أعول في الدولة اللي أنا عايش فيها ولا أطلهاها عني في الدولة اللي أنا عايش فيها وعن من أعول في مصر ولا أطلهاها كلها في مصر لنا فتوى مطولة مؤصلة في دار الإفتاء عن جواز نقل الزكاة سواء كانت زكاة الفطر أو زكاة المال إلى بلد المزكي في حالتنا هذه إخراج الزكاة لمجتمعك حتى وإن كنت متغربا مجتمعك الأصيل فيه فوائد عظيمة وفيه أهلك اللي عاديين في البلد هيحسوا بطعم هذه الزكاة وجمالها وأثرها في من حولهم فيجوز لمن كان خارج البلاد أن يخرج زكاته في مجتمعه وفي وطنه الأم وهذا جائز به قال جماعات من الفقهاء وبه نفتي لأنه أنفع للوطن وأكثر تنمية وأكثر مشاركة لأبناء البلد ترجمة نانسي قنقر